السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد من شرح منظومة شمس الحديث ونتكلم في هذا الدرس عن الحديث الضعيف بعد أن أخذنا الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح فقلت وكل ما لشرط صحة فقد كل ما فقد شرطا ولو واحدا من شروط الحديث الصحيح فهو الضعيف فإذن عندنا شروط الحديث الصحيح وهي خمسة فقد واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو الخمسة كلها فعند ذلك يكون ضعيفا والضعيف طبعا مراتب وأنواع ذاك عندنا يرد فالحديث الضعيف هو داخل في المردود في الحديث المردود ولكن كما ذكرت لكم هنا وإن كنا نستأمس به إذا كان المعناه صحيحا يعني لو جاءك حديث ضعيف ولكن القواعد الشرعية تقتضي أن هذا المعنى صحيح حديث ضعيف في بر الوالدين حديث ضعيف في عظمة الله سبحانه وتعالى حديث ضعيف في فضل أهل الصدق إلى آخره فهذا نستأنس به نذكره ونقول ورد في حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى كذا وكذا وكذا خيرا من أن آتي بكلامي أنا وأقول هذا المعنى آتي بكلام ولو كان بإسناد ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذا المعنى فهذا الحديث الضعيف الذي معناه صحيح أحسن من كلامي أنا الذي يوافق هذا المعنى فلهذا أتيت به أستأنس به فقلنا الحديث الصحيح توفرت فيه شروط الخمسة جميعا فإذا نقص شرط واحد فهو ضعيف فشرط الاتصال ما عكسه الانقطاع فالمنقطع إذن ضعيف العدالة شرط العدالة في الرواة عكسه يعني ما هو ضد شرط العدالة هو الكذب أو الكفر أو الدعوة إلى بدعة فإذا تحقق هذا في الراوي أيضا كان حديثه ضعيفا شرط الضبط عكسه الوهم أو الاختلاق إذا كان كثير الوهم طبعا وليس كل إنسان قد يهم ولكن كثير الوهم كثير الأخطاء في حديثه يخالف الثقات كثيرا كثير التفرد بالمناكير فعند ذلك هذا لا نقبل بحديثه الاختلاط أن يكون قد كبرت سنه ونسيه فعند ذلك هذا لا يقبل ما حدث به بعد الاختلاط السلامة سلامة الحديث من الشذوذ فإذا شد الحديث أو شدت لفظة من ألفاظ هذا الحديث فعند ذلك هذا يضعف السلامة من العلة فإذا وجدنا علة نضعف بها قلت هنا وإذ يخالف الضعيف غيره قلنا أن الضعيف مراتب لكن إذا كان حديثا ضعيفا وفوق ذلك معناه مخالف للأحاديث الصحيحة قلت هنا غيره ما هو غيره يعني الصحيح فجاء ضعيفا وجاء مخالفا للأحاديث الصحيحة معناه مخالف فهذا يسمى المنكر وليس يرجى خيره الضعيف قلنا قد نستأنس به ولكن هذا المنكر يحذر منه ولا يرجى خيره مثال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا مطيع بن ميمون العنبري كأن أبا سعيد قال حدثتني صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين قالت مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة فقالت بل امرأة فقال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء فهذا الحديث أولا ضعيف لأن فيه مطيع بن ميمون ومطيع هذا ضعيف وصفية بنت عصمة هنا هذه ليس لها توثيق معتبر ثم تنظر إلى متنه تجد فيه غرابة أولا ظاهره إيجاب استعمال الحناء للنساء ومع ذلك تجد أن السلف لا يجبون على المرأة استعمال الحناء ثانيا فيه أمر لهذه المرأة بالتزين مع كشفها يدها تكشف يدها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تزين هذه اليد المكشوفة فإذا المعنى هذا مخالف لما ثبت في الحديث الصحيحة من وجوب التستر بالنسبة للمرأة وعدم اتخاذ الزينة التي تظهر للغرباء فعند ذلك كان هذا الحديث فوق ضعفه منكر كما قال الإمام أحمد وغيره قلت وكل منكر فذا ملفوظ يعني مردود والآخر القوي فالمحفوظ ستجد في بعض الكتب أن المنكر يقابله المعروف أما الشاهد فهو الذي يقابله المحفوظ فهذه المصطلحات يعني يبادل أهل العلم بينها فقد يستخدمون كلمة المحفوظ أكثر من استخدامهم لكلمة المعروف طيب نأخذ مثالا قال الدار قطني حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا السري بن سهل الجندي سابوري حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا أبو عبيد مجاعة هذا اسمه عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبي ذا فليتوضأ به قال الدار قطني أبان اللي هو هنا هو ابن أبي عياش متروك الحديث ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه رأي عكرمة غير مرفوع إذن الوضوء بالنبيذ هذا رأي عكرمة وليس عكرمة يرويه عن ابن عباس عن رسول الله هذا خطأ هذا خطأ إما من أبان أو من مجاعة لأن كلاهما ضعيف فهذا الرأي رأي عكرمة فإذن دار قطني بعد أن بيّن ضعف هذا الحديث وهو منكر لخلافه للحديث الصحيحة وخلافه للقرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا وليس فلم تجدوا ماء فتوضعوا بنابيذ أو ما شابه فإذن هو فيه نكارة قال والمحفوظ أنه رأي عكرمة مثال آخر قال النساء أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عكريمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موجدتموه وقع على بهيمة يعني فعل فيها ما يفعله الرجل بالمرأة موجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال النساء أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن النعمان يعني أبا حنيفة عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال ليس على من أتى بهيمة حد قال أبو عبد الرحمن اللي هو النساء هذا غير معروف والأول هو المحفوظ فإذن هذه الرواية ليس على من أتى بهيمة حد هذه رواها من؟ رواها أبو حنيفة وأبو حنيفة ضعيف ورواها أبو حنيفة عن عاصم بن بهدلة وعاصم أيضا ضعيف فرواها ضعيف عن ضعيف وهي مخالفة للرواية الصحيحة عن ابن عباس من وجدتمه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فإذن هذه الرواية ضعيفة ومخالفة فهي منكرة والمحفوظ هو الأول فأنا أتيت بالمثالين لأدلل على طريقة أهل العلم في ذكر كلمة والمحفوظ أو في ذكر كلمة المحفوظ وبهذا نختم كلامنا عن الضعيف والمنكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ترجمة نانسي قنقر